شدد وزير الخارجية سامح شكري على أنه من الضروري إيجاد الأليات اللازمة وتعزيز الحوكم والسعي أيضا للحصول على الدعم المالي لمعالجة تحديات تغير المناخي وذلك قبل نعقاد قمة المناخ المقبلة كوب 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة نهاية العام الجاري وخلال تصريحات إعلامية قال شكري أن هناك اهتماما كبيرا من القطاع الخاص فيما يتعلق بموارد الطاقة المتجددة لافتا إلى أن التكنولوجيا تحفز القطاع الخاص على الاندباج أكثر في مشاريع بعينها مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية